إلى خبرنا الأخير حيث تأهلت أطفال شرقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لمسابقة ويزي العالمية والتي ستقام عن بعد عبر منصة المسابقة مطلع ديسمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز في المسابقة المحلية التي أقيمت خلال أكتوبر الجاري وشاركت في المسابقة ثمانية فرق بواقع 23 طفلا وعرضوا مشاريعهم أمام لجنة التحكيم والحضور من المسؤولين وأولياء أمور الأطفال وركزت جميعها على تقنية الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الأفكار والحلول للمشاكل التي تواجهها المجتمع في مختلف المجالات